على هذه الرسالة الطيبة سبحان الله عليك أخي الحبيب أن تكون دائماً وأبداً كما كنت في رمضان كنت في رمضان تقيم الليل فعليك بقيام الليل إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ابن عمر يقول كنت فتى صغيراً عزباً أنام في المسجد وكنت أرى الصحابة بعد صلاة الصبح إذا رأى أحدهم رؤيا قصها على رسول الله فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على النبي قال وبينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذاني من يدي ثم جاء بي على النار وقال أنظر فنظرت فإذا في النار أناس أعرفهم فقلت أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار فقال لي أحد الملائكة أنت لست من أهلها أنت لست من أهلها فارجع قال فقصصت هذه الرؤيا على السيدة حفصة بنت عمر فقصتها على رسول الله فقال نعم العبد عبد الله إن كان يصلي بالليل الله أكبر نعم العبد عبد الله إن كان يصلي بالليل فيقول نافع فوالله ما طرق قيام الليل بعدها